نحن على حق وهذه الأحقية وهذا الإجماع الذي تكون على هذه القضية هو الذي مكننا من المحافظة على حقنا وتحسن أوضاعنا التي مع الأسف الشديد كانت تعاكسنا فيها دولة جارة بإمكانية مادية هائلة جندت دبلوماسيتها مع الأسف الشديد ونحن نلاحظ ذلك ونرى باجتمرار ولكن نحن حاولنا أن نحافظ على حقوق الأخوة وأن ندافع على حقوقنا ويا العجب يا العجب ولا نزال وسوف نبقى خص منها خلال يعرفوا الإخوة الجزائرين ديلا نحن ما نتبدلوش عليهم نحن أخوتهم ويمكن الأصدقاء تختارهم ويمكن تتفارق معهم الأخوت ما عندك ما تدير سكتحملهم اللي يقدر الله هو هدى ولكن خصهم يعرفوا بالليل مغربة ما غير يفرطوش لوحدة الترى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر